أنا ناجح رسالة عادل يعني مدري كلمة ناجح تعطيك طاقة إيجابية تحس بهذا الشيء وأنا موجود اليوم في الإذاعة أن أحد بناتي رسلت الرسالة اليوم نتيجة أخرجت فقالت أنا ناجحة الله 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 كم الكلمة جميلة وكم تعطيك أنت المتلقي جدا جدا شوف الكلمة من ناجح كم حرف ثلاثة حرف أربعة حرف بس كم عظيمة نعم نعم ونتائجها إيجابية عليك على البيت على المجتمع على البلد وأكبر النجاح إن الإنسان عندما يقال له سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين الله الله دائما نقول للناس خاصة في الحج ومعرفة أقول تخيل وأنت واقف أمام الباب أباب الجنة فيقال لك سلام عليكم تحية تحية الإسلام سلام عليكم يقال لك ادخلوها بسلام من أمين سلام عليكم ودخلو الجنة بما كنتم تعملون فعندما يقال لك هذه الجملة هذه البشارة كيف بيكون إحساسك أيقظ الإحساس الآن وعيش هذا الإحساس اعمل من أجل هذا الإحساس أحساس جميل سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وين داخل عاد الله أحساس نعم الآن أنا أحب دائما أختزل الكلام ايه ايه فهنا كلمة ناجح هي أربعة أحروف نعم يعني ما قلت أربعة أحروف فكرت في أربعة أحروف صحيح إيش معنى ناجح نون نون نظرة ثاقبة نظرة ثاقبة أي إنسان يريد يكون رائد أعمال يكون النظرة ثاقبة يعني يشوف الأمور الموجودة والمستقبل يستشرف المستقبل صحيح ويقرأ ويقرأ يقرأ المستقبل ويكتشف الفرص صحيح نظرة ثاقبة جزء من الإنسان رائد أعمال ممتاز آه حرف الألف الألف أسباب النجاح أسباب النجاح أخذ بالأسباب النجاح ممتاز أسباب النجاح ويقرأ السوق. السوق ويقرأ الميدان ويتعرف على القوانين. ويشوف تجارب الاخرين ايضا. وتجارب الاخرين يقرأ القوانين. ويعرف الانظمة المالية والتخطيط والتسويق وغير ذلك. وان الواحد يعمل نفسه منتج. اذا يأخذ بالاسباب. صحي. الرقم ثلاثة وهي اصعب حاجة. جرأة. جرأة في اتخاذ القرار. كلمة ناجح جيم. جرأة في اتخاذ القرار. الكثير ما عنده جرأة. عنده فكرة ايجابية ممتازة جدا. ومتحمس وكل شيء. وكل حاجة. ولكن على طول يفكر إذا خذت. ويش يصير لو فشلت. يربط دائما الفشل قبل. او ويش يصير لي إذا كان حصلت منافسة قوية ورفضوا منتجي. كيف على طول يبدأ يفكر في السلبيات. يفكر في الفشل. على طول الجرأة تخطفي. يحتاج لجرأة. جرأة. الحاء. الحاء. الحماس والميدان. الحماس. حماس والميدان. وإذا الواحد يتصل بهذه الصفات الأربعة هنا ناجح. نعم. نظرة ثاقبة. أخذ أسباب النجاح. كذلك الجرأة في القرار. ويكون الحماس في الميدان يعني يعمل بشغف وتواصل ليل ونهار. ما فقط بالأمنية وبالتمني وبالجلوس. بعض الناس يقول لنا رائدة عمالة وشيك لازم يكون عنديه مكتب فخم. فخم. وعنده سيارة فخمة. وعنده ثلاث أربع هواتف. وحلاص الفلوس بتيجي. الدنيا ما هكذا. ولا حاط رجل على رجل. منفع. المكتب لا يجيب فلوس ولا سيارة يجيب فلوس. إنما الحماس في الميدان هو اللي يجيب. نعم. اشتركوا في القناة